السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي المتابعات ان شاء الله النهاردة حلقتنا عن البشرة الجفة في الشتاء وكيفية العناية بها في فصل الشتاء طبعا دي من ضمن سلسلة الحلقات اللي انا وعدتكم بيها عشان البشرة الجفة هي اكثر انواع البشرات تأثرا بفصل الشتاء وبتتعرض للجفاف والقشور وكمان للحساسية طبعا الحلقة دي النهاردة ان شاء الله هتتضمن نقطتين اول حاجة هتديك روتين سريع تمشي عليه طول الشتاء عشان تتخلصي من اي مشاكل انت بتتعرضي لها كبشرة جفة في فصل الشتاء تاني نقطة هقولك على انواع المرتبات المناسبة لكي كبشرة جفة بالاسماء وبالمركات طبعا انت تختاري النوع اللي هو المناسب لكي ان كان في السعر او في المميزات بتاعته لان كل نوع بيستخدم في حاجة معينة يعني نوع بيستخدم للتخلص من الجفاف لو عندك حساسية برضو في نوع تاني غير الاولاني وهكذا هنتكلم على النقطتين دول في الحلقة دي فتابع معايا الحلقة لو انت مهتمة بالبشر الجفة وكيفية العناية بيها في فصل الشتاء روتين العناية بالبشر الجفة طبعا اي بشرة او اي نوع من انواع البشرات لازم انا بعتني بيها بشكل يومي وبشكل اسبوعي وبشكل شهري طبعا التنظيف اليومي انضف بشرتي يوميا بالغسول المناسب او الصبونة الطبية المناسبة لنوع بشرتي احنا النهاردة كبشرة جفة هنتكلم عن البشرة الجفة لكن النقطة الحاسمة هنا ان انا لازم بعد ما بعمل تنظيف لبشرتي لازم ارطب ده شيء اساسي في البشرة الجفة عشان ما تتعرضش للجفاف خصوصا في فصل الشتاء كده نقطتين اول نقطة قلنا التنظيف اليومي تاني حاجة الترتيب واهم نقطة هي الترتيب وبأكد عليها مرة واثنين وثلاثة تالت نقطة هتكلم عنها شرب الماء البشرة الجفة بالذات بتحتاج لانك تشربي مية كتير لان زي ما قلتلك انا بشبهها بالارض الجفة او المعرضة للجفاف خصوصا في فصل الشتاء لازم انا سقيها مية كتير صاحبة البشرة الجفة اشربي حوالي 8 اكواب ماء يوميا رابع نقطة في روتين العناية البشرة الجفة طبعا هو المسكات الطبيعية لازم تستخدمي حوالي 2 او نوعين من المسكات الطبيعية المناسبة لبشرة الكبشرة الجفة في الاسبوع منهم مرة هتبقى مقشر او مرتين مسكات عادية ومرة مقشر لازم لازم يا بنات المقشر انا دايما بأكد على البنات لازم يبقى من روتين عنايتك ببشرتك ان انت تعملي تقشير بشكل اسبوعي لبشرتك عشان الخلايا الميتة المتراكمة على البشرة اللي بتسبب كل مشاكل البشرة اللي احنا بنشتك منها اللي هي الجفاف والحبوب والبقع واللي واللي وعدم صفاء البشرة كل دا بسبب تراكم طبقات من الجلد الميت على سطح البشرة التخلص منها ازاي؟ بالمقشر المناسب لنوع بشرتك تبقى كده اتفقنا على النقطة دي طيب هنروح للنقطة التانية اللي هي الاهم انواع المرتبات المناسبة لكي كبشرة جفة الكزي معايا في النقطة دي واختاري نوع المرتب المناسب ليكي واشتريه واستخدميه ودومي عليه عشان تمنعي اي مشاكل لبشرتك من جفاف او حساسية او قشور خصوصا في فصل الشتاء يلا بينا اول نوع حنقول علي النهاردة انت لو عايز حاجة توحد نوع بشرتك كبشرة جفة وفي نفس الوقت رطب ترتيب عالي في الشتاء خصوصا في الشتاء لو عايز حاجة تخفي التجاعيد السيمبل اللي هي الرفيعة البسيطة دي اللي بتظهر للبشرات الجفة عموما حتى لو سنك صغير بتظهر عندك تجاعيد خفيفة تحت عينكي او حوالين الفم دي بتبقى بسبب عدم العناية بالبشرة الجفة عايزة مرتب مناسب للحاجات دي او ينهي معاكي المشاكل دي انصحك من فيشي كريم مرطب الكريم ده حيديك زي اضاءة طبيعية كده للبشرة واشراقها وكمان حيديك النعومة اللي انت بتدوري عليها كبشرة جفة خصوصا في فصل الشتاء وزي ما قلتلك حيخفي اي تجاعيد بسيطة رفيعة وكمان حيحافظ على بشرتك من الجفاف طيب ناخد النوع التاني النوع التاني من انواع الكريمات المناسبة للبشرة الجفة للترتيب البشرة الجفة في فصل الشتاء خصوصا هو اسمه ستيلا توبيا من مستيلا طيب امن الكريم ده حقولك اه ان شاء الله امن لانه هو مصنع من مواد طبيعية ده مصمم خصيصا او معمول خصيصا للبشرة شديدة الجفاف يعني انت لو عندك اه اه بشرة جفافها عالي اوي انا بنصحك بالكريم ده لو بشرتك بتتعرض للتهيج والحساسية برضو الشديدة خالص لفصل الشتاء برضو بنصحك بالكريم ده في المقام الاول من اول دهنة هتحطيها على وشك او اي منطقة من جسمك متحسسة هتحسي فورا انها بدأت تهدى الكريم اللي بعد كده كريم المرطب اللي هو بيو درما طبعا الكريم ده معروف والاكيد البنات كلها تعرفها واغلبيتهم يعرفوه من اهم مميزاته بالاضافة انه مرطب للبشرة الجفة بيحمي البشرة من التشققات البشرة الجفة في فصل الشتاء بالذات بتعاني من القشور والتشققات اللي هي بتخليها مش قادرة تحط ميكوب بيظهر الميكوب بشكل غير طبيعي الكريم ده هيقضي على المشكلة دي تماما طيب الكريم اللي بعد كده الفازلين الطبي الفازلين الطبي يا بنات ده لو انتي عايزة حاجة سعرها معقول وترطيبها عالي جدا جدا في المقام الاول كترطيب عالي خاصة للجسم الفازلين الطبي مش حرشحلك افضل من كده وصوصا ان هو مناسب في السعر وكمان مناسب في القضاء على مشاكل البشرة الجفة بشكل فعال جدا 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 الفازلين الطبي لازم تستخدميه كون من مصدر موثوق منه يعني تكون يجايب الفازلين الطبي مركة ومعروفة وما تجيبيش حاجة كده مصنعة تحت السلم واي كلام لا هاتي المركات المعروفة ومنها السعودي بيبقى جامد جدا طيب اه نشوف اللي بعد كده كريم جليسوليد جليسوليد ده في المقام الاول الطب انا باعتبره انه هو اه من ضمن اه افضل الكريمات اللي بتستخدم في فصل الشتاء هو عايز الشتاء اساسا مش عايز غير الشتاء خصوصا للبشرة الجافة وخصوصا للجسم يعني هو اصلا جليسوليد لو حطيتها حطي همسة كده على الوش وحتحطي منه على الجسم اهم مميزات الجليسوليد بالاضافة لانه مرطب عالي كمان الجليسوليد بيتميز انه هو مفتح للبشرة جامد جدا دي سر الاسرار بقول لكم عليها برضو من اسرار الجمال انه هو مفتح للبشرة عموما اي نوع من انواع البشرات لانك انت ممكن تستخدميه على جسمك مش هيدار بالعكس حيفيد قوي خصوصا في وصل الشتاء طيب ايه اللي بعد كده اللي بعد كده حطي لايك يعني انت استفدت ان شاء الله في الفيديو ده حطي لايك وحطي اه سبسكرايب عندك في قناة لو انت العلامة دي حمرك كده لسه عندك لا يلا دوسي عليها عشان تبقي كده اشتركت عندي في القناة سبسكرايب او اشتراك وفعلي رمز الجرس على كلمة الكل عشان لما انزل فيديو جديد ان شاء الله يوصلك بيه اشعار اه تمام كده المرة الجاية بازن الله هيبقى فيديو اجمد للبشرة عن البشرة الجفة ايضا ونحنتكلم ان شاء الله عنها في ايه هنتكلم عن الوصفات الطبيعية والمسكات الطبيعية المناسبة ليك كبشرة جفة وكمان هقولك ايه هو سكراب المناسب ليك خصوصا في فصل الشتاء عشان يخلصك من كل مشاكل البشرة الجفة اللي انت بتتعرضي لها في هذا الفصل وكمان باذن الله لو كان فيه متسع من الوقت هنتكلم عن حاجة جميلة او انتو بتحبوها وانتظرينها من زمان اه اه الكريمات الاساس المناسبة ليك كبشرة جفة واللي هي تبين اه شكلك كده لوق طبيعي وجميل وما فيش قصور وما فيش تكتلاته الكلام ده كله اه في استخدام الفونديشن المناسب ليكي كده ان شاء الله خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة يارب بيكون للاستحسنكم اه تنسينيش باللايك والشير والسابسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته